تابعاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 طبعاً مسلسلات أوبردوس مسلسلات مسلسلات كتيرة أوي مسلسلات كتيرة ممتعة مسلسلات كتيرة حلوة حضراتكم مجهولين في المسلسلات بس يجي الدوري وكلنا نجري وراء الدوري كلنا نجري وراء مباريات الكورة أه نحب المسلسلات ونفرج ونتحك ونخش دراما وكل حاجة بس نيجي على مشات الدوري ومتعة من المبارح من المبارح كلنا نتكلم عن مباراتين محترمتين جداً مبارات زمالكو بيرامدز ومبارات الأهلي والاتحاد زمالكو بيرامدز كانت مباراة كبيرة جداً كانت رائعة جداً كانت مميزة جداً فيها إثارة مش طبعية بيرامدز زمالكة تقدم بيرامدز يتقدم بعد كده زمالكة تقدم مرة أخرى في منتهى الإثارة مبارات الأهلي والاتحاد هي مباراة جمهرية لها وسقلها حتى لو كان الأداء الفني ما كانش أعظم حاجة من الفريقين في هذه الموجة ولكن لها إثارة خاصة جداً مباراة الأهلي والاتحاد دائماً وكان فيها هدف رائع وممتع جداً لميكيسيوني بس أنا عايز أتكلم في نقطة مهمة هي إنه السوق الدولي اللي بقى عند إمام عشور بقى لعيب تقيل بقى لعيب كبير ودي مهمة المدير الفني للمنتخب اللي حصل مع المنتخب نحن بقى عندنا لعيب ما كانش لعيب منتخبات ما كانش لعيب بينضم للمنتخب الأولئة كان موجود مع المنتخب الأولمبي وحتى لما كان مع المنتخب الأولمبي ما كانش أساسي معظم الفترات بس الآن عندنا لعيب دولي نحات تانية في الأهلي عجبني جداً 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 مستوى كريم فؤاد نحن بنتنشأ على باكرايت بنتنشأ على باكرايت كريم فؤاد للمباراة تانية على التوالي بيقدم أداء جيد جداً مع النادي الأهلي مع استمرارية هيبقى باكرايت كبير للنادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله لمنتخب مصر فريرا عمل سوك للنادي الزمالك وأنا بحترم أن يبقى عندنا مدربين أجانب أو مدربين حتى مصرين بس لهم سوك لتكتيكي محترم وأداء كبير جدا نقدر نمني عليه ونشتغل عليه وده ميزة كبيرة الزمالك يعود مرة أخرى الزمالك يرجع تاني فريق سقيل وميز خاصة أن الزمالك عنده نجوم ولعبين رائعين جدا ما كانش يصح يصح أبدا الأداء اللي كان بيعملوه الزمالك وقت أو في آخر فترات كارتيرون عندك مجموعة كبيرة رائعة من اللعبين ما ينفعش بأداءك هزيل وتخرج من دورة عفتك بس خلاص كارتيرون مشي فالكلام مش محتاج يتعاد الأهلي زي ما قلت لكم مبارح المستوى ممكن يبقى عليه بعض علامات الاستفهام بس قوة النادي الأهلي أنه مع أي ظروف مع أي مشاكل فنية بتكلم مشاكل فنية في الملعب يستطيع موسيمانيا وتستطيع تشكية النادي الأهلي الحالية تحقق الفوز حتى لو المستوى بعيد أو مش هو المستوى المأمول ده بيحصل في الدوري وبيحصل في دوري أبطال أفريقا